اشتركوا في القناة خلينا نعرف تفاصيل أكتر من الدكتور عمر سليمان أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان اللي منورنا صباح الخير عليك يا دورتر صباح الخير يا فن يا أهلا بحضرتك أهلا بي ممكن حد يسأل إيه أهمية هذا المؤتمر وإحنا عندنا إشادات دولية ومن مؤسسات دولية كبيرة جدا بأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة اللي فاتت طيب إحنا يعني تقريبا من فبراير 2020 وحتى الآن العالم شاف أزمتين من بعد الحرب العالمية التانية ما شفناش أزمات اقتصادية أصعب منهم الأولى هي أزمة كورونا اللي عملت إغلاق في كتير جدا جدا من الدول وناس كتيرة جدا جدا دخلها تأثر وفرص استثمارية وقطاعات زي السياحة وغيرها توقفت تماما عن العمل في العالم ومصانع وأيضا تراجع في استهلاك البترول والنفط اللي أسعاره وصلت إلى أنها صفر بل سالبة ثم فجأة وإحنا لسه بعد ما البنوك المركزية والحكومات عملت سياسات علشان خاطر تقدر تنشط وتمنح حوافز للناس زي ما احنا عملنا في مصر مع العمالة المؤقتة للشركات والمصانع زي ما احنا برضو عملنا في مصر لقينا الحرب الروسية الأوكرانية موجودة بمعنى أن دول مهمة جدا 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 في الغذاء في العالم وأيضا مشكلة في سلاسل الإمداد والتوريد وأيضا أسعار الطاقة ابتدت تعلى إلى أرقام قياسية وابتدى العالم مع سياسات التيسير النقدي أو الحوافز الكتير والمكافئات الكتير اللي كنا بنديها للشركات والأفراد في العالم كله نلاقي الموجة العكسية وهي موجة تضخم أكبر بكتير من اللي كانت متوقعة ده كان متوقع بنسبة محدودة جدا إنما لما جات الحرب الروسية الأوكرانية ابتدنا نتكلم على أن الموجة دي بقت عالية جدا جدا وخارجة عن السيطرة فابتدنا نشوف دول العالم بتعمل إجراءات أهمها في الولايات المتحدة الأمريكية رفع سعر الفايدة على الدولار وده معناه قوة هذه العملة أمام كل عملات العالم اللي تأثرت وتراجعت القيمة بتاعتها وكمان في وسط ده بنشوف إن رفع سعر الفايدة في الولايات المتحدة الأمريكية يعني إن كتير من المستثمرين في الأجواء الضبابية دي اللي احنا العالم كله مش عارف هو رايح على فين نتيجة للصراع العسكري والسياسي ده نشوف الناس بتروح للولايات المتحدة الأمريكية بتحط في أزون الخزانة الأمريكية فلوسها بأسعار فايدة مرتفعة جدا وبالتالي بقى مصر كدولة نامية لأن احنا مصر تصنفنا الاقتصادي احنا في الدول المتوسطة ضد الدخل فمصر كدولة نامية أصبح لدينا أزمتين كبار عدينا من الأولانية من أزمة كورونا بنجاح سواء في القطاع الصحي أو في القطاع الاقتصادي إنما بالتأكيد الموجة التانية لها أثارها السلبية أي مواطن قاعد بيتفرج دلوقتي بيعاني من ارتفاع الأسعار زي كل المواطنين اللي موجودين في الدول المتقدمة أو الدول النامية الحمد لله من خلال الاقتصاد المصري اللي كان مؤهل بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي الأولاني ما عندناش لسه حالات نقص في عدد كبير من السلع أو نقص في السلع الاستراتيجية وبالتالي الحكومة المصرية والدولة المصرية لازم تراجع الأولويات والسياسات بتاعتها احنا كنا بنخطط فيه 2017 وما كانش العالم فيه كورونا ما كانش عندي فايدة على الدولار مرتفعة للغاية زي دلوقتي ما كانش عندي قطاعات متأثرة وبالتالي احنا محتاجين بما إن عندنا وصيقة رؤية مصر 2030 اللي كنا حطين فيها أولويات للدولة المصرية نراجع هذه الأولويات وأهمها دور الحكومة ودور القطاع الخاص في الاقتصاد لأن بعد التلات سنين من 2011 ل2013 اللي حصل فيهم نزيف كبير جدا 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 في الاقتصاد المصري بعد ثورة يناير وبعد عام من تدمير الإخوان للاقتصاد كان عندنا مشكلة كبيرة جدا وهي إن رغبة القيادة السياسية في إن نقفز قفزات في النمو الاقتصادي وفي التنمية الاقتصادية لا يتجاوب معاها القطاع الخاص بالشكل الكافي عشان كده كانت استراتيجية الدولة في إن الحكومة تتدخل في قطاعات كبيرة جدا بشكل مباشر وبالإضافة إلى ده دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد مرحلة معينة يجب أن يعود مرة أخرى تمكين القطاع الخاص بس بدوابط في إطار من الترشيد لأن مع الأسف برضو عندنا ممارسات كتيرة جدا بتحصل على الأرض احتكارية وبالتالي المؤتمر هو جاي في توقيت إحنا محتاجين نعيد فيه صياغة الأولويات وأعتقد ده حتى على مستوى البيت المصري البسيط مع اللي موجود في الأزمات العالمية اللي إحنا موجودين فيها محتاجين نعود ونفكر تاني إزاي نعيد الإنفاق بتاعنا ونوجهه بشكل مختلف على مستوى الدول الكبرى بنشوف بعض الدول اتغيرت فيها أكتر من حكومة زي إنجلترا بسبب هذه الأزمات فإحنا في وسط هذه الأزمات المؤتمر كمان بيقول حاجة مهمة جدا إن مش الحكومة وحدها هي اللي ممكن ترسم خريطة الطريق للاقتصاد لأن في الحقيقة الاقتصاد بيمس كل الأطراف وبالتالي بنشوف المؤتمر في شركات أجنبية شركات مصرية وزراء ناس من الأحزاب من المجتمع المدني من الخبراء والأكاديميين متخصصين سفراء لدول لأن واحد من الرسائل اللي بيوجيها جدا جدا المؤتمر هو جذب الاستثمارات الأجنبية وخصوصا العربية لأن ده واحد من السبل عشان نقدر نحافظ على الأداء اللي موجود للاقتصاد المصري أحنا مبارح الحمد لله واحدة من أكبر مؤسسات التمويل الدولية بتقول نظرة مستقرة للاقتصاد المصري ده اللي كنت أكل في حضرتك بتثبت التصنيف الاقتماني إنما حقيقة الأمر إحنا عندنا مشاكل كتيرة جدا جدا لازم نواجهها ونشوفها نتعامل معاها إزاي عشان نقدر نستمر بهذا الأداء طيب حضرتك ذكرت أن فيه ناس كتيرة جدا نكون حاضرة هذا المؤتمر رح نتكلم في حوالي 500 شخصية بيمثلوا كل القطاعات الاقتصادية والخبراء ده دلالته إيه فن؟ حرصوهم على الحضور في هذا المؤتمر هو التخطيط بالمشاركة ما ينفعش وجهة نظر مسؤول حكومي أو مجموعة من المسؤولين حتى لو مجلس الوزراء وحدها ترسم مستقبل الاقتصاد المصري اللي بيأثر على 100 مليون وبالتالي فكرة المؤتمر إن احنا كلنا كل المتخصين الموجودين عندنا خصوصا أن الاقتصاد موضوع معقد جدا يعني احنا ممكن نبقى مجموعة من الخبراء عاديين على نفس التربيزة البعض شايف أن احنا نقلل سعر الفايدة والبعض الآخر شايف أن احنا محتاجين نزود سعر الفايدة مع التضخم حد تالت شايف أن ده تضخم مستورد مش بسبب السياسات الداخلية قد ما هو بسبب الأسعار العالمية وبالتالي زيادة سعر الفايدة مش هي الحل في حل تاني بالتالي الأراء دي محتاجة تتناقش كل واحد يحط الحجج بتاعته والدراسات بتاعته بنقدمين أوراق في المؤتمر عشان نقدر نتوافق على مجموعة من الحلول أو زي ما المؤتمر بيسميها في الجلسة الختمية خارطة طريق للاقتصاد المصري ده عظيم جداً لو هنتكلم عن التحديات اللي بتواجه الاقتصاد خلال الفترة الأخيرة وحداكي ممكن ذكرت للصراع الروسي الأوكراني فإحنا عندنا تحدي خاص بالسياحة لأن غالبيت السياحة اللي كان بتيجي مصر كانت من روسيا وأوكرانيا إزاي نقدر نتعامل مع هذا الأمر جزء تاني في الموضوع الأمح إحنا بنستورد الأمح كتير جداً وغالبيتهم من أوكرانيا برضو فعايزين نعرف الدولة عملت إيه في الموضوعين دول خلال الفترة اللي فاتت وإيه ممكن نعمله خلال الفترة القادمة جميل وأنا اسمح ليأخذ من كلام حضرتك كلمة مهمة جداً كلمة الدولة لأن في الحقيقة إحنا لازم نفرق ما بين الحكومة وما بين الدولة الدولة هي كل المؤسسات وأهم عنصر فيها هو الشعب الدور بس في الأزمات وفي رسم المستقبل مش دور بس على الحكومة ودي الرسالة اللي بيقولها المؤتمر وهو موضوع هام جداً لأ أرجع لسؤال حضرتك إحنا على الرغم من تراجع السياحة الروسية والأوكرانية إحنا عندنا السنة اللي فاتت بيانات السياحة بنتكلم على لأول مرة أعلى رقم للسياحة من 2011 بنتكلم على 10 مليار و7 من 10 دخل للسياحة المصرية وفي الواردات إحنا بنتكلم على واردات من الأمح وواردات من الطاقة إنما لازم الناس تبقى عارفة حاجة مهمة جداً عشان كده أنا بقول ده دور الدولة مش بس الحكومة إحنا عندنا واردات تقريباً ب87 مليار وصادرات تقريباً ب44 مليار يعني ببساطة كده الواردات قد الصادرات مرتين طول ما إحنا عندنا هذه الفجوة الكبيرة جداً في النقد الأجنبي ووارداتنا أكتر من صادراتنا لدرجة إنها الضعف محتاجين كلنا مش بس الحكومة محتاجين كلنا إن احنا نتحرك في ملف مهم جداً جداً وهو دعم الصادرات المصرية وده واحد من الحاجات اللي موجودة بشكل مهم جداً في ورقتين عمل مش في ورقة واحدة احنا بنستهدف صادرات 100 مليار دولار إزاي نوصل لده وفي قطاعات إيه بنستهدف الناحية الثانية السياحة والاستثمار الأجنبي ده اللي بيساعد على الفجوة دي وإحنا ليه عندنا أزمة في الدولار والدولار مصر تعاني شأنها شأن الدول النمية من فكرة نضرة الدولار أو زي ما بنقول العملة الصعبة لأن ببساطة احتياجاتي الخارجية كبيرة جداً 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 باستورد أكتر مبانتج أكتر مبساطة فإحنا بنعود داخل قناة السويس وهو الأعلى في التاريخ بنتكلم على 7 مليار دولار السنة اللي فاتت تحولات العاملين في الخارج وهي الأعلى أيضاً 32 ويمكن الأرقام اللي بنقول عليها الأعلى دي هي أرقام بتقول ببساطة إن الحكومة والدولة المصرية في الكام سنة اللي فاتت عملت جزء مهم وكبير من اللي عليها وعملته صحة ولا لا الإجابة آه وإلا ما كناش وصلنا الأرقام دي إنما لازال عندنا مشاكل آه عندنا مشاكل في بعض الحاجات اللي بنتأخر فيها أهمها سعر الصرف مش هينفع يكون فيه استثمار أجنبي ولا استثمار محلي موجود من غير ما يبقى عندنا سعر صرف مارن ده هيعمل تضخم آه ده التكلفة بتاعته عالية شوية آه إنما التكلفة دي بتزيد مع الوقت يعني لو كنا عملنا تحرير سعر الصرف ده من كام شهر فاته كان هيبقى على رقم أقل وبتكلفة أقل لو عملنا دلوقتي هتبقى بتكلفة إنما لو عملنا كمان خمس ست شهر هتبقى بتكلفة أعلى ده واحد من المتغيرات المهمة قوي اللي بتدينا نشوف وعندنا بقى رؤة معروضة في المؤتمر الناس بتشوف إننا نعمل ده تدريقي الناس بتشوف إننا نعمل ده مرة واحدة الناس بتقول لا نحافظ على سعر الصرف ده عشان الأسعار ما تزيدش أكتر من كده فيه رؤة عديدة جدا أنا أنحاس لفكرة سعر الصرف المرن لأن في الحقيقة التجار والمستوردين بيسعروا على السعر اللي موجود في السوق السوداء مش اللي موجود على السعر الرسمي وبالتالي إحنا محتاجين وإحنا جربنا ده في نوفمبر 2016 عنينا من تضخم في أول خمس ست شهور في 2017 إنما رجعنا في 2019 عند مستوى أسعار مستقر وعند سلع موجودة وعند معدل بطالة أقل وهكذا وبالتالي واحد من التحديات المهمة جدا 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 هي فكرة إحنا عندنا وردات أمحة عالية طب استراتيجيا بقى إحنا بنزرع محاصيل بقيت عاملة إزاي طب إحنا هنقدر في الأمح إن إحنا نحقق الاكتفادة الذاتي وإحنا أكبر على فكرة إنتاج الأمح بتاعنا مش قليل إنما هو الاستهلاك بتاعنا الكبير قوي ومبالغ فيه الزيادة السكانية بننتك حولي عشرة مليون وبنستهلك 22 مليون تقريب بالضبط والزيادة السكانية كبيرة جدا 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 فبنتكلم على ضغط على السلع الاستراتيجية في الاستهلاك وأيضا على البنية الأساسية الموجودة طب هم إحنا محتاجين نعيد النظر في الكلام ده ولا هنفضل مكملين كده على طول الصورة ليست وردية لكنها كمان الصورة ليست قاطبة إحنا بنتكلم على اقتصاد في وسط أزمات وصراع وأمواج بيحاول أنه هو لازال واقف على رجله بيحاول أنه هو كمان يتقدم بمعدن نمو إحنا عاملين في وسط الأزمات دي معدن نمو موجب كان الوحيد في المنطقة في 2020 ومن أعلى خمسة في 2020 و2021 لكن ده الوحده غير كافي مبادرت حياة كريمة اللي بتستهدف نص المصريين لأهلينا في القرى مش هنقدر أن احنا نكملها ونكمل نقل أهلينا من العشوائيات اللي كنا بنتكسف منها اللي بقوا موجودين في مناطق مش بس متحضرة إنما بتبني الإنسان المحيح وكل دي أمور مرتبطة 100 مليون صحة ما يحدث في تطوير مناهج التعليق أنا بقول بس ليه لأن فيه جهود كويسة جدا جدا إنما لسه فيه مشاكل طبعا لسه فيه مشاكل ومشاكل كتير طيب هنتكلم عنها ونتكلم عن التحديات كمان اللي بتوجهنا خلال الفترة اللي جاية في ظل حضور الرئيس شخصيا لمثل هذا المؤتمر ده دلالته إيه هل ده بيعطي دفعة للمستثمرين الأجانب بأن الرئيس شخصيا رأس الدولة مهتم بهذا الملف القيادة السياسية في مصر ملف الاقتصاد حاضر دايما على أجندة السيد الرئيس ويمكن احنا شفنا من 2016 ل2019 تقريبا كل الاستثمارات الأجنبية اللي جات في مصر أنا كنت بسميها الدبلوماسية الرئاسية الاقتصادية أو جذب الاستثمارات الأجنبية من مؤسسة الرئاسة كان عندنا شركات عملاقة جدا في مجال الكهرباء في مجال البنية الأساسية في اكتشافات الغاز والبترول كلها قتت لما المؤسسات دي لقيت رأس الدولة موجود وحاضر بيناقش الملف بنفسه عشان قطر يكون موجود إنما أنا الأوان إن احنا ننتقل من مرحلة جذب الاستثمارات الأجنبية العملاقة بجهد مؤسسة الرئاسة بس إن الاقتصاد المصري نفسه كله يبقى جاذب عندنا محتاجين تصدير للعقار المصري محتاجين توطين للصناعات عالية التقنية قطاع تكنولوجيا المعلومات وهو قطاع مهم جدا جدا عالميا ومصر عندنا كوادر موجودة فيه بشرية وبنية أساسية مواتية جدا إن احنا نكون موجودين في المنطقة مصر كهب أو مركز رئيسي للطاقة في المنطقة استغلال القدرات الموجودة في الاقتصاد المصري ديت على مستوى إن يبقى عندي سعر صرف جاذب سعر فايدة جاذب مكافحة الفساد والبريقراطية ودول تحديين أكبر تحديين بيواجهوا لاستثمار المحلي قبل الأجنبي آه عندنا جهود كبيرة جدا من هيئة الرقابة الإدارية وغيرها من أجهزة الدولة لمحاربة الفساد نعم على الأسف احنا كنا بنتكلم عن فساد مش لسنوات لعقود طويلة جدا 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 وعدد كبير جدا 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 يحتاج إلى مجهود أكبر وعشان كده فكرة الاتجاه نحية الرقمنة أو التحويل المعاملات ويمكن أعتقد دولة رئيس الوزراء النهاردة هيعرض احنا بنأسس الشركة في كام يوم وإيه اللي حصل في فكرة الإجراءات بتاعت التأسيس الإلكتروني وهذا الملف عندنا في الجمارك الوان ستوب شوب أو فكرة السنجل ويندو أو الشباك الواحد الحاجات اللي احنا بنحاول نعملها للتيسير منطقة قناة السويس ترجمة نانسي قنقر